بسم الله الرحمن الرحيم. ازاي نعمل فلوت شارت لما غير استخدام اي براونك خالص. ممكن من خلال جوجل درايف. اي بحد يبقى من الميل على جوجل بيدلو جوجل درايف مساحة مجانية 15 جيجا. فبكل بساطة هتيجي هنا تقول له انا عايز ملف جديد. جوجل دروينج. وتبدأ ترسم يعني بتيجي هنا تقول له مسلا عايز ارسم شيب وليكم مسلا شكل دوت. اهو. عايز ارسم مسلا اه. الشكل اللي دوت. بتبدأ ترسم الشكل اهوت. تدر تحركه. وبعد كده تبدأ ترسم التواصلات بينهم. انت مثلا من هنا كده. رايح للمكان الفلاني. تدر ترسم خلال زهنية من خلال الادوات ديات. تدر في اي وقت تيجي تكتب. تدوس مرتين وتكتب. وتنصك زي ما انت عايز. تمام. بعد كده هتقول له انا هنا هيخرج ما عندي اختيارين. الدايرة. وبعد كده هتقول له مسلا عايز اوصل دي بديت. اممكن تيجي هنا تدوس رايك كليك وتقول له شنجي كونكتور بدل ما هو ستريت لا خلي قلبه. تمام او خلي كيرف لو انت حابب. تمام ده الاختيار الاول تعال نعمل اختيار تاني. شكل داي رايير ورده. بحيث ان ده الحاجة العملية وبعد كده هنا عاصل النتيجة بنشوفها ياس ولا نو. وتبدأ توصل بينهم من هنا الهنة. وتوصل مسلا من هنا الهنة. وتجي هنا تدوس رايك كليك وتقول له غيرها لمسلا. اللي كيرف او قلبه زي ما انت حب. تمام؟ وتقدر تحرك ده زي ما انت عايز او تحرك اللي فوقه زي ما انت عايز. تمام؟ او ممكن لو انت فتح ملف في ورد يعني اللي هتعلى كده قل له انا عايز ملف في ورد. وانت شغال في ملف في ورد وعملت اكتب ومشينا من شكل خالص. هتقول له انسيرت. وتقول له ان عايز انا نزل درونج. فتفتح لك شاشة زي اللي فاتت. تقول تشتغل عليها براحتك وبعد كده تروح من سيفة معاك هنا في قلب المشروع. يعني هتقول له مثلا ان عايز شكلها مثلا زي دوت. وعايز توصيلها مثلا زي ديت. لما تخلص تقول له safe and close هتبقى موجودة هنا في ملف الورد. وباي وقت تقدر تيجي تقول له edit وتدخل تعديل فيها زي ما انت عايز تاني. ودي تقدر تصيفها. تمام؟ تقدر تصيف عندك في المشروع. هنا او ممكن تقول له نزلها لك كبدي اف او كصورة او svg. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر